دولة الرئيس السادة النواب أود بداية أن ننوه بهذه العودة إلى ممارسة العمل الديمقراطي البادوماني بعد هذا الانقطاع وإن شاب هذه الجلسات بعض الحماوة التي تؤكد على أهمية وحيوية هذه الممارسة الديمقراطية تحت قبة البادومان تستعد حكومة المصلحة الوطنية للانطلاق إلى العمل وتفصلها عن نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بضعة أسابيع إن الوقت المتاح لهذه الحكومة ليس بالوقت الطويل أو الكثير لكنه من دون شك يشكل فرصة ثمينة علينا التقاطها وإحسان استخدامها والتعاون سوية على إنجاحها أقول كلامي هذا لأن المنطقة والعالم من حولنا يمران بمرحلة جديدة وصعبة تكتنفها متغيرات عميقة وذلك على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي ومنها ارتباك وركود يعاني منه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى من الأزمة المالية الأخيرة إلى عودة أجواء النزاع البارد بسبب التوتر السياسي والديبلوماسي بين روسيا والعالم الغربي ومنها ما يتأتى عن أزمة جزيرة القرم وأوكرانيا هذا مروراً بمنطقتنا العربية وما تعيشه بسبب استمرار الاحتلال والتعنّة والغطرسة الإسرائيلية إضافة إلى تداعيات الملف النبوي الإيراني وما تمر به دول الربيع العربي وما حولها من متغيرات وارتدادات وصولاً إلى الأزمة السورية التي تتدفق حمامها إلى بلدنا والتي يفاقم تداعياتها على لبنان تورط حزب الله في الحرب الدائرة هناك بين النظام والشعب السوري وبما يجلبه ذلك من شرورٍ وتداعياتٍ لا حدَّ لها ولا حصر على لبنان والمنطقة من هنا فإن قيام الحكومة الجديدة يُشكِّل تحديًا وفرصةً في آنٍ واحد تُحاول فيها هذه العكومة ومعها الشعب اللبناني العبورة بسفينة لبنان وسط هذه الأعصير والأمواج العاتية علَّنا ننجح في تجاوزها إني أميل إلى الاعتقاد أننا بوعينا وإدراكنا لعظم هذه التحديات وبمبادرتنا الصادقة والمصممة على العودة إلى ممارسة الاحترام الحقيقي لأحكام الدستور ومواعيده والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها والتأكيد على انتظام عمل مؤسساتها واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ومبدأ الاعتراف بالآخر مهما كان مختلفاً والالتزام بقواعد الشراكة في الوطن نكون عندها وعندها فقط قادرين على الخروج من هذا المأزق المحتدم الذي نحن فيه وفي غياب ذلك كله لن يكون هناك من رابح بيننا وستكون خسارةً للوطن نفسه دولة الرئيس نحن كتيار المستقبل نتعاون رغم التباينات والخلافات لإنجاح عمل هذه الحكومة ولن نتوقف عند العنتريات الرخيصة وللإدعاءات الكلامية والإعلامية بهدف المزايد لأننا نؤمن بلبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً وطناً نهائياً لجميع أبنائه وطناً واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً لبنان الوطن العربي الهوية والانتماء شاركنا في هذه الحكومة رغم الخلافات العميقة لأننا متمسكون بالعيش المشترك والواحد بين كل مكونات مجتمعنا ندافع عن ميثاقنا الوطني الذي أعدت صياغته وأعيد صياغته في الطائف ونتمسك بالنظام الديمقراطي البالوماني القائم على احترام الحريات العامة ونعمل للدولة المدنية التي تحترم كل المواطنين اللبنانيين ونحترم حقوق الإنسان وتطبيق العدالة على الجميع دون انتقائية نؤمن ونلتزم بمبدأ تداول السلطة واحترام قواعد الشراكة في الوطن ونرفض الاستبداد والإرهاب والعنف بأشكاله كافة والتعصب والتطرف والغلو والتشدد عند المسلمين وعند المسيحين نؤكد على سيادة الدولة وسلطانها غير المنقوص على كامل الأراضي اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير الأرض المحتلة واسترجاعي وفي مواجهة السلاح غير الشرعي لأي جهة ومن أي جهة كان في المحصلة نحن نؤمن أنه ما بصح إلا الصحيح وأن يسود منطق الدولة الواحدة الذي سيكون هو الغالب وإن طال الزمن ولقد علمتنا تجارب لبنان والمنطق أن من وقف في وجه إرادة اللبنانيين كان مصيره ومصير منطقه الفشر دولة الرئيس إن حجم التحديات والمشكلات التي تواجه بلدنا كبير وكبير جداً ولسيما بعد أن أصبح واضحاً هذا الفرق الشاسع بين حجم تلك المشكلات التي نواجهها وما تقتضيه من معالجات من جهة أولى وما هو متوافر لدينا من وسائل وإمكانات من جهة أخرى ولسيما في ضوء وبسبب الحالة المتردية التي أصبحنا عليها من خلاف ومناكفات علينا أن نعترف أنه لا قبل لهذه الحكومة أن تنجح منفردة في هذه المواجهة ما لم نمحضها دعمنا الصادق وتنازلاتنا المتبادلة لصالح الوطن والدولة ومن غير ذلك فالله أعلم إلى أين المصير إن نجاحنا في هذا الامتحان الصعب يقتضي أن يكون لدينا الإدراك وأن تتوفر لدينا الإرادة لاعتماد الأدوات والأساليب التي تقتضيها الحالة الراهنة لتفادي المزيد من السقوط في الهاوية فهل هناك من يتطعز؟ علينا يا دولة الرئيس كقوى سياسية فاعلة أن نشجع الحكومة للانصراف إلى تحريك عجلة عمل المؤسسات لاستعادة الحد الأدنى من الأمل ومن ثقة المواطنين بالحكومة وبالدولة المواطنين الذين نراهم يعانون من أزمة كبيرة وصعبة نتيجة التدهور الأمني في أكثر من منطقة ومن تصاعد التفجيرات الإرهابية ليس ذلك فقط بل ومن أجل أن نستعيد كذلك ثقة أشقائنا وأصدقائنا في العالم بنا وبدولتنا وبمستقبل بلدنا بما ينعكس إيجاباً على جميع اللبنانية الشعب اللبناني يريد أن يحقق تحسيناً في أمنه وأمانه وفي مستوى ونوعية عيشه والشعب اللبناني لديه توقعات كبيرة من هذه الحكومة ومن الحكومة التي سوف تليها وهذه التوقعات تأتي وسط تراجع وقصور وتقصير فادح في إدارة شأننا العام والأوضاع الأمنية والظروف الإقليمية كما يراها جميع اللبنانيين غير مؤاتي والاقتصاد اللبناني يعاني من تراجع كبير في مستوى النمو ومن تردي معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وكلكم تطلعون يومياً على هذه الإحصاءات التي تبين ما وصلنا إليه ويحصل هذا التراجع وسط قصور وإهمال فادح في معالجة الكثير من القضايا والملفات المتراكمة لذا ينبغي علينا كل من موقعه جميعاً كقوى سياسية التنبه والانتباه إلى ما يعنيه هذا وبالتالي أن نبادر كلنا مبادرةً صادقةً إلى العمل لأن الإصلاح والإنقاذ ومنع المزيد من التدهور ليس بالأمر اليسير فقد وصل الاهتراء والترهل والتراجع والفساد في مؤسسات الدولة وإداراتها إلى درجة متقدمة جداً أصبح معها الخروج من الحالة التي وصلنا إليها بالغ الصعوبة ما لم تتوفر إرادةٌ مصممة وقدراتٌ هائلةٌ لذلك دولة الرئيس إن هذا كله لا يمكن أن يحصل من دون تضحياتٍ كبيرة ومن دون العمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها وإعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الأداء والإنجاز والجدارة والشفافية والحوكمة الصحيحة فبدون الالتزام بهذه المعايير لن تقوم للدولة قائمة ولن يتحقق شيءٌ مما يحلم به اللبنانيون دولة الرئيس نتفق على العمل لتجاوز الأزمة وإفساح المجال لإعادة إحياء مؤسساتنا الدستورية من انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية وإعداد قانونٍ جديدًا للانتخاب لكننا نُعلِن معارضتنا العنانية والكاملة لقتال حزب الله في سوريا إلى جانب النظام الغاصب لحقوق شعبي ولا نقبل تلك الأعذار الواهية التي تُقدَّم لتبريد ذلك التدخل فالقتال في سوريا ليس معركة الشباب اللبناني الذي يموت في القرى والبلدات السورية تحت حجة مقاتلة التكفريين أو خدمةً للنظام في سوريا أو خدمةً للنظام في سوريا إني باسم الشراكة الوطنية أدعو حزب الله للعودة إلى لبنان والانسحاب من هذا الأتون اليوم قبل الغد لأن ما يمكن إصلاحه اليوم قد يتعذَّر غداً دولة الرئيس على الحكومة بعد خطوة إزالة الحواجز الحزبية وإدخال الجيش إلى عرسال أن تُعدَّى العُدَّى لنشره على كامل الحدود الشمالية والشرقية وإن اختضى الأمر بمساعدة قوات الطوارئ الدولية لحماية البلاد استكمالًا لحماية قرى الشمال من وادي خالد إلى قرى عكاو الأبية الصامدة التي كما سمعتم تعرضت اليوم للاعتداءات الغاشمة الظالمة كذلك أيضًا في وضع حدٍ نهائيٍ لجولات العنف المتكررة في مدينة صرابلس الصامدة والصابرة وحماية كل لبنان وأعتقد أننا سمعنا البارحة من الزميل نبيل الجسر إحصاءاتٍ ومعلوماتٍ سمير الجسر معلوماتٍ مرعبة عن الجولات العشرين التي مرت بها طرابلس والإحصاءات التي زودنا بها في هذا الشأن دولة الرئيس الجيش في لبنان وحده هو المؤسسة الحامية والموثوقة ومعه المؤسسات الأمنية الأخرى وكلنا ثقة أن الجيش يريد أن يعمل على استكباب الأمن وحفظ مصالح المواطنين وتنفيذ الإجراءات العادلة في كل المناطق دون تفرقةٍ بين مواطنٍ وآخر ومنطقةٍ وأخرى فلنثق بالجيش وليساعدنا الجيش في ذلك دون أن نمارس الاستئثار به أو التسلط عليه دولة الرئيس سمعتني في جلسة هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري وكذلك الأخ محمد رعاة أستشهد بما يقوله الله في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسلتاه وهو يعني الأرض والسماء إن هذه الآية تنطبق على ما آل إليه حال ازدواجية السلطة وسلطة الدولة في لبنان ولذلك نرى كيف فسدت الأحوال في لبنان ولا ينفع الكلام القائل والذي يتردد بصياغ مختلف أنه لم تكن لديكم دولة وما في دولة وروحوا ابنه دولة وبعدين تعوا وطلبوا مننا الاعتراف بها والاعتماد على سلطة فيها ليس هكي بتنبنى الدول ولا هكي ما نكون صادقين مع مصالح أبنائنا ومستقبلهم في الأيام الجائية ما هي الشرعية أيها الأخوة إنها مجموع ما ذكرناه في العيش المشترك والشراكة الوطنية والأمن وعمل المؤسسات والاقتصاد وصون حاضر اللبنانيين ومستقبلهم وكل هذه الأمور تبدو أنها إلى تناقص وإلى تردي يقول الفقهاء الدستوريون إن للسلطات حق احتكار العنف واستعمال القوة باعتبار ذلك رقناً أساسياً في شرعيتها فأين هو هذا الرقن؟ وما مصائره؟ هناك جهات تستخدم العنف ولديها قوات مسلحة أو ميليشيات علناً أو سرًا وفي الوقت عينه تحاضر بالعفة الوطنية والشرعية والمؤسساتية إن العنف غير الشرعي أيها الأخوة يستجلب عنفاً مضاداً وهذا كله يحصل عندنا كل يوم فأين نحن من الشرعية؟ وما قيمة أو معنى التمسك بالدولة التي لا تحتكر العنف ولا تنشر الأمن والأمان ولا تملك السلطة أو القدرة على ذلك والأمر الآخر الخطير تضاؤل درجات ومن درجات العيش المشترك بطريقتين التباعد المتزايد بين الفئات اللبنانية والهجرة الكثيفة لللبنانيين فكيف يقوم وطن ويستمر بدون مواطنين والأمر الثالث المخل بالشرعية إخلالاً شديداً هذا الحديث الذي يجري دائماً حول إمكان أو عدم إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها فما قيمة مؤسسات الشرعية إن كان إجراء الانتخابات الرئاسية في كل مرة يخضع لتعديل دستوري وتعديل في المواعيد ما يجعل رأس الدولة موضع تشكيك وضعف عندها تتعرض الشرعية للخطر ويتعرض الوطن للخطر أيها الإخوة هذا هو الأمر الهام الذي نحن بحاجة إلى التنبه له من قبلنا جميعاً لنتجنب هذا المحذور إن مشاركتنا في الحكومة الحاضرة هو من أجل استمرار الوطن والدولة ومن أجل تزخيم آمال اللبنانيين في المستقبل وإبعاد شبح التسيُّب والانهيار أيها الإخوة في ضوء هذا المفهوم وهذه الممارسة نحن بانتظار دعوة رئيس الجمهورية للحوار لمناقشة ما تبقى على جدول أعمال هيئة الحوار علَّنا نصل إلى تفاهم فيما بيننا وعلى أمل أن يصار إلى الالتزام به وبما سبق لنا أن اتفقنا عليه وتنفيذها جميعاً هذه المرة دولة الرئيس باسمي وباسمي كتلة المستقبل النيابية نمنح حكومة المصلحة الوطنية الثقة باعتبارها فرصة نادرة نريد تشجيعها والاستفادة منها لعبور أزمة وإنقاذ وطن على حافة الهاوية لكي يبقى لنا وطن ولكي يبقى لبنان